الحقيقة انه ترويج لقي منتج لازم وله من فترة للتانية تنويع في الاسلوب واتباع طرق جديدة ويمكن ده اللي بتسعى لي وزارة السياحة في الفترة اللي جاي اختارت التكنولوجيا الحديثة في ترويج لمنتجنا في مجال السياحة والاثار والتعريف بالمواقع الاثرية والمتاحف والحقيقة انه يمكن مصر عندنا ميزة كده نسبية وهي مادة بتدرس وهي الاهرامات وهي وهي ولكن اي منتج وهي السياحة بتعاد منتج محتاجة لتنويع في اسلوب وصول الرسالة الى جمهورها واحنا بنكلم عن السياحة وللعالم عشان كده كان فيه اجتماع النهاردة بين المسؤولين في وزارة السياحة والاثار ووزارة تكنولوجيا المعلومات لتطويع التقنيات الحديثة من اجل تطوير وتنمية قطاع السياحة وده معناه ان احنا بنستهدف جيل جديد حول العالم من السياح ويمكن ده ومنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ترويج السياحة والاثار المصرية والتعريف بالمواقع الاثارية ومال